السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفة نت كانت منا فيديو اليوم يلقاكم وانتم في تمام صحة والعافية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد تحلية خطيرة جدا في المداق مداق هائل رائع مميز مختلفة كل اختلاف على كل التحليات اللي سبق لي قدمت لكم كتجي كريمية مداق اخطر من خطير غدي تعجبكم 100% اللي جربتوها غير جربوها على حسابي وجربوها كما قدمتها لكم ما تحاولوش تديرو حتى تغير على بركتي الله فوحد الكسرونة كانعملو نصف لطر من الحليب العادي اللي كيتباع عند اي بقال من بعد كانحتاجو البودرة الكاسترد او الكريم باتيسيال او البودرة اللي كانحضرو بها الكريمة اللي كانعملوها في الميل في كانعملو ثلاثة ملاعق كبيرة يكونو ممتلئين على هاد شكل جيدا من بعد كانجيبو كذلك السكر كانعملو ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر ممتلئين بشكل عادي من بعد غادي نخلطو هاد العناصر جيدا مع بعضها حتى كانحسو بودرة الكريمة كتنسى جملينا تماما مع السكر والحليب كانعملو النار اللي تكون متوسطة وكانوضعو لها الخالد وكانبقاو نحرقو في الاول نستمرو في التحريك باش ما تلتسقلناش بالاسفل ديال الاناء ومن بعد كانبقاو نحرقو حتى كيولي الخالد علي هاد شكل كيما كتلاحظو معايا كيولي القوام ديالو تقيل وكيبدو يدهرو فيه فقاعات هدا هو القوام المناسب غادي نطفيو النار من بعد غادي نجيبو الصحن الصحن هيكون شوية مسطح باش تبلد ليناء بسرعة كنفرغو هاد الكريمة في الصحن بغيتو تخليوها في نفس الايناء فاش حضرتوها ممكن لكن غا تاخد وقت اطول من بعد كنجيبو سواء بلاستيك الغدائي ولا اي بلاستيك اخر انا هنا اتقاد لي بلاستيك غدائي فاضطريت انني نعمل بلاستيك هكا ضروري تعملوا البلاستيك وتلامس لكم الوجه باش ما تشكلش الكريمة قشرة ضروري ومؤكد غادي نخليوها الدفا شوية وندخلوها التلاجح تكتبرد بعد ما كتبردين الكريمة غا ندوزو نكملو التحضير كنحتاجو الحبتين من الموز من حجم بتوسط كما لاحطوا معايا هنا هاد الموز اللي عملت انا رفاه فره موز كما كان قولو موز طايب يعني المادا قديالو رائع حاولو تعملو موز ما يكونش اخضر يعني باش يكون الموز لديد ويعطيكم لده خطيرة في هاد تحلية نقطعوه الى دوائر صغيرة ومن بعد سواء كتجيبو الخلاط الكهربائي او لا هاد الخلاط كيبقى عملي اكتر لان الخلاط الكهربائي من اللي كنعملو فيه هاد الكيمية القليلة من الموز فطبعا غادي توضر لنا غير في الخلاط لذلك نعملو هاد نعمل الخلاط لكن الا ما عندكمش فعملو الخلاط الكهربائي بعد ما وللينا الموز بهاد شكل يعني طحنوه جيدا كنجيبو الكريمة ديانا اللي سبق لينا كما قلت لكم احتكت برد تماما كتولي لا هاد شكل من بعد كنجيبوه على بركتي الله سواء غادي تعملو غير الخلاط العادي او لا تعملو هذا لكن هذا كيبقى عملي اكتر او لا هاد درب كيبقى عملي اكتر لان الخلاط اللي عملته غادي تولي عندكم الكريمة كريمية بزع يعني غادي تولي كأنها سائلة الي عملتو هذا غادي تحصلولو الكريمة شوية متماسكة وانتو ما كيبقى لكم الاختيار لكن لما كانش متوفر عندكم هاد النوع فغادي تعملو الخلاط العادي كنبقى منخفقو حتى كتولي عندنا الكريمة على هاد شكل كينساجم او لا كتنساجم للكنينة الكريمة مع الموز من بعد كنضيف واحد تولوت كأس من الحليب ما يعادل خمسين ميلي لتر لان الكاس القياس ديالو مياه وخمسين ميلي لتر وكنحتاجو الملعقتين من الكريم الشونتية ملعقتين فقط يعني هاد العلبة راكت تحضر لنا مجموعة من تحليات كما لاحتوا معايا غادي نفتحها وغادي ناخد منها طبعا غير ملعقتين كبار طبعا ومن بعد غادي نغلقوها وغادي نحتفظو بها في التلاجة او لا الى كنتو غادي تستعملوها مثلا في نفس الاسبوع او لا في نفس عشر ايام تحتفظو بها غير في المطبخ غادي نخفقو الكل جيدا كما كتلاحظو معايا هنا يا راه قد ما كنخفقو وقد ما الكريمة كتطلع والخليط كيولي كريمة اكتر ومتماسك اكتر وكيولي رائع جدا في الماداق يعني ضروري انكم الى بغيتوا تحصلوا على الماداق المطلوب والماداق ديالها الحقيقي فعملو كل المكونات كما هي بعد ما خفقناها غادي ندخلها للتلاجة زيت برد شوية وتماسك اكتر من بعد غادي نجيبو سواء نجيب حلواني ونجيبو كؤوس انتو ما بغيتو كؤوس كبيرة ولا صغيرة كيبقى لكم الاختيار انا هنا عملت غير بلاستيكة عادية وعملت فيها الرأس ديال الكريمة كما كتلاحظو معايا وكنجيو كنملؤو الكريمة في البلاستيكة بغيتو تعملو هنا يا مباشرة يعني غير بالملاقة تعملو في الكؤوس كيبقى لكم الاختيار هاد الخطوة كتبقى اختيارية من بعد هنا يا عملت قليل في الكؤوس الكبيرة غادي نجي الان الكؤوس صغيرة كتبقى عملية اكتر غادي نملأ الكؤوس على هاد الشكل كما كتلاحظو معايا بغيتو تهزو بالملاقة ممكن كيبقى لكم الاختيار وبنفس طريقة غادي نملأو الكؤوس سواء الكؤوس اللي بغيتو اللي متوفراء عندكم بنفس طريقة غادي نستمرو وصدقوني البناتر هاكت جي رائعة رائعة لذيذة جدا جدا غادي تجربوها وانا متأكدة غادي تجي وترجعو لي وغادي تشكروها لانها فعلا كتستحق تجريبة وانا متأكدة انكم ما تضوقتوش متلها من قبل هنا يا غادي نستمر حتى غادي نملأ كل الكؤوس من بعد بالنسبة للزين كيبقى اختياري هنا ضروري زينو يعني حتى هالزين كما كنعرفو را العين تأكل قبل البطن وكذلك را كنتناولوه كيزيد يعطي لنا التحلية لده اكتر هنا جيبت موزة قطعتها وكذلك البيسكوي اللي كيتبه عند البقال كنقطعوه الى النصفة ولا تقطعوه الى الربع كيبقى لكم الاختيار وكنزينو به على هاد الشكل في الوجه ثم كنجيب من بعد كنزينو بدوك الدوائر ديال الموز كغابل اولا يعني باش نبهنو ان هاد تحلية راها بمضاق اولا مصوبة من الموز هنا يا غادي نوضعوه كذلك هنا كيما اشتور اني ملأت الكؤوس جيدا مع ذلك راها ما غاديش طيح يعني ما غاديش تنزل من الكؤوس في الاخير خديت كذلك البيسكوي اللي دقيتو شوية ممكن تعملو سلسة اي سلسة متوفر عندكم سلسة شوكولة ولا سلسة الكرامل كما ممكن تعملو الفيغ مثال هكا نديروه على الوجه شوية غير باشا يعطينا جمالية الكؤوس ميبقاوش يبانو هكاك صفرين كيما لاحتوا معايا الان غادي ناخد واحد الملعقة وغادي نهزلكم شوية تشوفوا معايا كيفاش كاتجي را كتجي كريمية وكتجي رائعة ولديدة جدا انا متأكدة مليار في المية انكم الى جربتوها غادي تنال اعجابكم وغادي تنال استحسانكم وغادي ترجعوا تخليوا لي تعليقاتكم انها عجباتكم مية في المية وانا متأكدة انتمنى فيديو اليوم ان الاعجابكم دائما انتمنى انبقى عند حسن ظنكم شكرا لكم على حسن المتابعة مع لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام